يعني خلونا نروح على الهواء مباشرة إلى حي المهندسين حيث نرصد ما يحدث هناك وحركة الجمهور في المقاهي وأيضا بجوار نادي الزمالك تعالوا نروح نشوف ماذا يحدث هناك مع الزميل محمد مجدي مجدي سمعني طيب مجدي لو سمعني وقلنا الأجواء عندك مساء الخير على كل عشاق الكرة المصرية يعني أسمعكم جيدا أعيد السلام عليكم مساء الخير عليكم مساء الخير على كل مشاهدين الكرام ننقل لكم أجواء القمة رقم 111 بين دربي الكرة المصرية الأهلي والزمالك الأهلي يتصدر الدوري ب35 نقطة ويحل الزمالك في المرتبة الثانية ب31 نقطة نحن الآن في الراحة بين الشوط الأول والشوط الثاني سنعرف أو سنطلع على رأي الجمهور عن أداء الفريقين في الشوط الأول بداية نعرف من نفسك مزين شوئي علاوة لزمالكاول علاوة طبعا يعني رأيك في أداء الآلي لا الآلي بيلعب حلو بس محتاج شوية ثقة بس رأيك في التحكيم لا التحكيم حلو بس كان فيه ضرب الجزاء المؤمن زكريا ما تحسبتش يعني أستاذ عرف من نفسك أسلام حلوة زمالكاول زمالكاول طيب أداء الزمالكاول هنخسر هنخسر يعني شايف إن الزمالك كان مسيطر بشكل كبير في أول عشر دقائق إيه سبب ضياع السيطرة هنخسر طيب أستاذ مصطفح سي حلوة زمالكاول أهلا أسراك أداء الأهلي لا لا كانوا حلوين ومستحوزين حلو يعني بالنسبة لأداء الزمالك شايف إيه سبب تراجعوا عداء الزمالكاول المدرب بتاعه من خطة بتاعته هم متعودين يخسروا مننا يعني على طوال شكرا أستاذي أهلا أسمك أسمك جمال زمالكاول مراك في أداء الزمالك لا أحسن مماتشي اللي فاته نستنيني السيطرة بس شوري تاني الزمالك كان مسيطر بشكل كبير في العشر دقائق الأولانية عشر دقائق بس بعد كده أهلي سيطر بس إن شاء الله نكسب شوري تاني شكرا شكرا جزيلا سنتابع بعد انتهاء الشوت الثاني سنتابع نتيجة المباراة بين درباء الكرة المصرية الأهلي والزمالك عودة مرة أخرى إلى الاستوديو شكرا لك زميل محمد مجدي وبالتأكيد يعني بعد شوية ممكن نرجع لك نشوف الأجواء عندك إيه يعني كان نفس يكون موجودة معاكو بالتأكيد الأجواء حماسية ما فيش أجواء حماسية أكتر في مصر كلها أكتر من يوم ماش الأهلي والزمالك ودي كانت الأجواء في منطقة المهندسين ونتمنى أن المباراة تخلص على خير لأنه زي ما حضراتكم عارفين وزي ما أنا قلت في البداية أنه البعض بيحاول يصطد في الماء العكرة مش هزين نديل حد فورصة مش هزين نديل حد أي حاجة صغيرة ممكن تخلينا ندخل كده في منزلق أو ندخل في دايرة أحداث مش عايزين أساسا ندخل فيه احنا ورانا تحديات كتيرة ورانا حاجات أهم من أن احنا ندخل في مشاكل ما عندنا نشرفه هاي بقى المشاكل يعني خلونا في العمل خلوا كل واحد فينا يتقن ما يقوم به من عمل ونبعد شوية عن المشاكل عاوزين بقى يا جماعة يعني نعيش أجواء فيها فرحة ونبتعد عن أجواء المشاكل